مرحبا كيف كنت الله بالصفة الخامس اليوم عندنا درس الانعكاس الدرس السابع من وحدة ثامنة كتابة تمارين صفحة 27 رح نحل الأسئلة الموجودة عندي بيحكي لك عندي انعكاس أفقي وعندي انعكاس عامدي إذا كان المحور أفقي زي ما عندنا موجود هون بيكون عندنا X في إحداثيات الأصل والصورة متطابقة و Y متغيرة إذا كان المحور عامدي بيكون إحداثيات Y Y للأصل والصورة متطابقة و X متغير بيحكي لك هون المحور الأفقي خلينا نحل الأسئلة ارسم انعكاس المستطيل حول الخط المنقض الخط المنقض عندي محور أفقي واكتب إحداثيات رؤوس الأصل والصورة بيحكي لك الرؤوس عندنا هون هي D X Y E X Y F X Y G X Y طيب عندي الصورة D صورة E F G الصورة X Y X Y X Y X Y بيحكي لك بيحكي لك بيحكي لك إنه X في 2 هي 2 وال Y في 6 طيب ال E X في 6 وال Y 6 طيب ال F ال F ال F ال X إلها 6 وال Y 4 طيب ال G ال G إلها ال X 2 وال Y 4 حلو الكلام حلو الكلام هيك ممتاز طيب أنا بيحكي لك المحور X رح يبقى ثابت في المحور الأفقي يعني هون في الأصل وفي الصورة دائما ال X متساوي ال X هون قداش 2 إذن هون 2 هنا X 6 إذن هون 6 ال X هون 6 رح يكون 6 وهون 2 رح يكون 2 هلأ بدي أروح على الأصل وأنا أرسم كل وحدة من هذا الرؤوس أول إشي G ال G قداش بتبعد عن المحور الأفقي وحدة وحدة إذن رح نبعد وحدة وحدة عن المحور الأفقي وأكتب ال G ال F كذلك قداش ببعد عن المحور وحدة وحدة قداش ببعد عن المحور وحدة وحدة وبرسم الأف هاي ها F فتحة G فتحة حلو الكلام طيب ال D قداش بتبعد عن المحور وحدة 2 2 3 هلأ هون منبعد عن المحور وحدة 2 2 3 ومنرسم D هاي D فتحة وحدة 2 3 كيف نرسمه نبحث عن المحور بجهة وحدة 2 3 ومنرسم A نرسم وحدة أرسام ومنرسم أرسام 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 هاي 100% نفس اللي فوق بدنا نأخذ إحداثيات هاي ال D وينها هايها ال D قداش ال X 2 وال Y 0 ال E قداش ال X 6 إذا كلامي صحيح وال Y فيها 0 ال F وين ال F هايها ال F قداش ال X 6 وال Y 2 G قداش ال X 2 وال Y 2 أرسام إذا كتبنا إحداثيات الأصل والصورة وعملنا انعكاس لهذا الشكل وأخذنا الرؤوس وكتبنا في الرؤوس الصورة السؤال السؤال قبل الإنعكاس عندي A B C D A X Y B X C D X Y X Y X Y Y X X Y Y Y X Y Y Y Y X 8 A 8 B 8 C 2 D 2 2 8 D قداش تبعد عن المحور ولا اشي اذا كمان D الصورة رح تكون هون حلو السي قداش تبعد عن المحور 1 2 3 4 5 5 رح تبعد عن المحور 1 2 3 4 5 وتكون على نفس Y موجودة C الصورة C الصورة B قداش تبعد عن المحور 1 1 2 1 1 2 عن المحور و نرسم B الصورة 1 1 2 3 4 5 6 7 وحدات عن المحور 1 2 3 4 5 6 7 وحدات 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 4 5 5 5 6 7 9 6 9 10 10 10 10 10 10 شوفوا شو بدي أحكي الصورة قديش X فيها X فيها 14 Y 8 B قديش X فيها X فيها 9 Y 8 إذن صحيح C X فيها 12 Y 2 إذن صحيح D X فيها X فيها 7 Y فيها 2 ما تغيرت ما تغيرت دلت في نفس المكان صح ولا لا هاي إحداثيات الأصل وهاي إحداثيات الصورة يعني هذا السؤال واحد وهذا السؤال 2 السؤال الثالث ياميس كيف نحله بحكي لك ما الصورة لتتمثل إنعكاسا إنعكاسا يعني لو جبتها هون أو جبتها هون أو جبتها هون تمثل إنعكاسا لو أنا حكيت لك هاي النقطة قديش بتبعد عن المحور وحدة وحدة طب هاي النقطة نبعد نبعد وحدة واحدة عن المحور ونرسمها طب هاي النقطة قديش بتبعد عن المحور وحدة 2 3 4 هاي وحدة 2 3 4 هاي 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 شكرا